موقف مصر من الأزمة الأوكرانية إن موقف جمهورية مصر العرية من الأحداث التي تشهدها في أوكرانيا فهذا له جزور تاريخية من حص الأسباب وهو موقف التوازن عند منقشة الموضوع الكوراني والسيد الوزير عند إجابته على السؤال السابق قال أن هناك قد تم منقشة هذا الموضوع مع بعض الموصلين الغربيين في القاهرة ونحن على استعداد لقبول أي اختراح قاد وعضع خطا تحتاجات لتسوية الوضع حتى بشكل شامل وفي هذا الصدد نحن استمعنا إلى أن هناك رسالات استمعنا إلى رسالات تقول أن على روسيا أن توقف الحرب وأن توقف إطلاق النار أما الجزء الثاني من هذه الدعوة السيد بلينكين لم ينقلها ولكن هذا هو الجزء الثاني من هذه الدعوة من هذه المناشدة أن المصلحة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية والناتو والسيد ستولتنبرغ كان في زيارة إلى جمهورية كوريا الجنوبية وقال في كلمته أن روسيا لا بد أن تنهزم في هذه الحرب والغرب لا يمكن أن يسمح بهزيمة أوكرانيا ولأن هذا يعني هزيمة الغرب وقال السيد ستولتنبرغ أنه سيخسر العالم كله سينهزم العالم كله إذا هزمت أوكرانيا وهو قد تحدث عن كافة ليس فقط عن أعضاء الناتو إنما عن كافة أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك جمهورية مصر العربية وقال السيد ستولتنبرغ بعد ذلك مواصلا لذلك نحن لن نسمح بهزيمة أوكرانيا وهزيمة العالم ولذلك قال هو لا بد للناتو أن يتحمل مسؤوليته إذا هذا الموضوع إن هذا الحديث لا يطور هنا فقط عن أوكرانيا فالكييف لا تتمتع بأيات استقلالية ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأكمله يقوم بتنفيذ سياته بعدم السميح لعدم المجتمع الدولي كافة فهناك شكاوى أو دعاوى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للعالم أجمع ولذلك أنا متن جدا لصديقي أنه تنقل إلينا وجهة نظر السيد بلينكين ولكن الرسالة لم تكن كاملة وأنا أقول الآن ماذا تسعى الولايات المتحدة من وراء إقاف روسيا عن الحرب في أوكرانيا